خليل الدليمي مع حفظ الألقاب كان ينقل رسائل بين صدام حسين وبين قادة عرب جعماء رؤساء ملوك هل هذا صحيح؟ من صارت معركة الفلوجة الرئيس كان يهمه طبعاً هو أعلن أنه هو مع مقاومة الأمريكان وهذا حق طبيعي لكل شعب أقر به نفسه جورج بواش قال لو احتلت بلدي قاومت هذا أمر مفروغ منه الرئيس كان في موضوع الفلوجة رادي حق الدم في يوم الأيام بحث زياراتي قال لي هيئت لك رسالة رح أنطيك رسالة شفوية ورسالة تحريرية توديها للزعيم الفلاني كانوا من طين حرية الكتابة ورق وقلم ورق وقلم عنده بس الرسالة يكتبها بطريقة ما يدرون بها الأمريكان يعني يكتبها ما يكتبها قبل اليوم يكتبها الفجر وراء صلاة الفجر ويخليها بجيبه وطريقة يعني معينة طريقة ما رد أتحدث فيها البرنامج وأطيل كنت أقدر أأخذها من عنده فقابلت ذلك الرئيس وكان رئيس مهم يعني عربي؟ عربي نعم سلمت الرسالة مطبوعة طباعة والرسالة الأصلية ما نقدر نعرف من هو الرئيس وقد يكون أحرجهم يعني ممكن يعني فيما بعد نستأذن ونقدر يعني يجوز حتى نشور كل الرسالة ما كانت هذه الرسالة؟ الرسالة بدايتها عتب أنه يعني من حق الكبيل على أهله وناسة يسألوا عنها لكن أنا رح تمثلكم عذر وأتجاوز هذه المرحلة وأني أسلم عليكم أحنا مع الأمريكان كشعب عراقي مستمرين مقاومتهم وهذا حق طبيعي وأنتوا عدتكم علاقة مع الأمريكان فرح يسيل دم عراقي من الشعب الأمريكي البريء المغامرة أو الغزو الشعب الأمريكي ما لا علاقة بيها ولذلك أطلب ولذلك أطلب تدخلكم والشعب الأمريكي مجبر على مقاومة الاحتلال فأطلب تدخلكم لدى أصدقائكم الأمريكان لحق دم أصدقائكم وأشقائكم أبناء شعبكم بالعراق فإذا وجدت من المناسب أن تتكلم تنصحون الأمريكان أن هذا شعب الأمريكي شعب عريق وشعب إلى باع طويل بالمقاومة فأنتوا يعني الخير للكل وتحقلون الدم وتقصرون هذه المعاناة فأعطيتها رسالة كان متأثر هو هذا الرئيس يعني رئيس رئيس لو ملك أحدهم يعني أحدهم يعني لو رئيس لو ملك هو لو رئيس لو ملك هو قائد دولة يعني رئيس الهرم طيب والدولة مهمة جدا طيب ورسالة موجودة طبعا أنا طلبت من عندها استاذنت منها من رئيس الله يرحمه أنه كل اللي يوصله أستنسخة وكل اللي يطلع عندها أستنسخة حتى أحمي نفسي حتى بكرة ما أحد يقول ما أحد يقولني ولا أحد يتهمني كل شيء موجود نعم مواثق مواثق فأتأثر طبعا هذا الرئيس أذكر بالحرف الواحد كان يعني كنا جالسين آني على يمينة ونائبة على يميني وكان رئيس مخابرات ذيك الدولة موجود الرابع أحنا بس أربعة قال والله هو كان الجبل العالي بينه بينه الفرس الملعين أذكر نص كلامه فإن شاء الله خليه يصبر وإن شاء الله ما نقصر هو نفسه الرئيس اللي يبكي لو لا غيره 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 هاي أول مقابلة لي مع رئيس دولة من رحة ذيك الدولة نعم يعني طبعا مع الاحترام لجنابك الكريم هما يتعاملون مع الموفدين بشكل دبلوماسي أو بروتوكولي خلي نقول نعم كيف استقبلك يعني أنا كنت مبعوث يعني حتى كاتبه بالرسالة مبعوثي أي أنت اتصلت بها أنا اتصلت بسفير الدولة أي دولة من خلال دولة عربية نعم اتصلت بسفير الدولة ورحب بيها واستقبلني وثاني يوم هي أو كل الإجراءات والفيزا والتذكرة ما لطائرة وطلعت على طول واستقبلوني هناك استقبلك بيسر بدون تعقيدات بدون تعقيدات والناس اللي خاصين بالجهة الأمنية بذيش الدولة نعم تستقبلوني يعني على ما يرام يعني قامتي وضيافتي أي وقابلت ثاني كان ممكن لهذا الرئيس أن يلعب دور فيما أنت ذاهب إليه نعم نعم وصار شيء ولعب دور لكن دخلت دولة عربية أخرى ضد الدور اللي لعبتها هذه الدولة وعطلت الموضوع وكانوا الأمريكان يعني ضعفاء أمام يعني الدولة العربية المتدخلة العربية المتدخلة وأيضا كان الموضوع للأسف يعني المال والحقد أخذ دور يعني نعم بس هو للأمانة ما طلب إنقاذ رقبته ولا طلب شيء شخصي يعني ما طلبه هو يتعلق بالجانب الشعب جانب الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر